الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله هنبتدي في حساب البيرين كابستي بتاعة السويل بس من اختبارات الموقع وده يعتبر الجزء رقم 14 من شابتر 2 من قورس الفاونديشنز انجينيرينج 1 بنقول إن التجارب الحقلية اللي ممكن نجيب منها البيرين كابستي أوفصيل تلت تجارب فيه الستاندرد بنتراتيشن تيست لو الاسي بيتي وده بيبقى للساند وللجرافل بيدز وفيه البليت لودينج تيست أو تجربة اختبار تحميل اللوح وفيه الداتش كون تيست فأول تجربة هنتكلم عليها اللي هي الستاندرد بنتراتيشن تيست أو الاس بيتي وده ببساطة خالص لو هنتكلم على المصورة بتاعة العينات المأسات بتاعتها طبقا للـ ASTM عندي فيه مسافة في الأول من 25 لـ 50 ميلي وبعدين عندي هنا فيه من 457 لـ 762 ميلي وبعدين بيبقى فيه هنا بول وبعدين فيه هنا فينت الخلاصة ببساطة عشان بردك ما نطولش عليك فيه تفاصيل الاختبار هي عبارة عن مصورة تقريبا طولها بيبقى حوالي 45 سنتي كويس هو ده الأساس بتاعنا بعدين لو هنتكلم على الاختبار نفسه بتيج انت عند موقع النقطة اللي عايز تحسب عندها الـ N بتاعتي وابتدي أنزل المصورة اللي قدامك انهوت اللي ساعد بيسموها الـ Speeding A Spawn وبعدين ابتدي أدق بدق بـ Hammer وزنه كام 140 باوند وبيبقى فيه هنا السندال بنزل عليه عشان يزق المصورة المفرغة قل بقى لك المصورة دي مالها مفرغة يعني العينات هتخش جوه مين المصورة لما يجدوا أهم طيب أنا دخلت أول A 15 سنتي دول مش هعمل فيهم حاجة لكن خلاص دخلت العينة ففاضل بقى أن هي تخش آخر 30 سنتي يعني في عندي 3 مراحل بطلع منهم العدد الدقات اللازمة لنزول آخر 30 سنتي أو عن 6 إنش و 6 إنش اعتريبا 15 سنتي و 15 سنتي ببتدي أدق أدق هنا أدق أدق أنزل أنزل لحد ما بتنزل العينة المصورة كلها أو السبون كله يبقى زي ما انت شايف المصورة بتخش كلها في التربة وبتدي تتحط التربة جوه هنا أنا كل اللي همني من التجربة دي كلها عايز إيه؟ بنقول عدد الدقات اللازمة لنزول آخر 30 سنتي من المصورة لازم نصحح الان دي طب هصحح الان اللي بتجيلي ديت إزاي؟ لازم نصححها مرتين نصححها لو فيه مية بور ووتر بريشر وتصحيح نتيجة الأوفر بيردن إن التربة موجودة فوقيها تربة فطبعاً أنت بتشير التربة اللي فوقيها فده بيأثر على عدد الدقات فلازم تصحح لديت وتصحح لمين لديت؟ وبعدين لما نصححها يوزد بناخد اللي المصححها ديت عشان نوجد الألاو والبيرنجة بسي على طول مباشرة من اليتشارت طيب السؤال بقى إزاي أصحح الان قلنا ان هي عدد الدقات اللازمة للنزول آخر 30 سنتي Correction factor أول حاجة اللي هو cn for overburden أول حاجة نتكلم عن overburden pressure These accounts for confining pressure at the depths at which end value has been taken and is read of a graph ده اللي هو بتاع بيكو هانسن ومين في 1974 طيب دلوقتي عايزين نصحح الان يبقى الان R-E-V أو revise بتساوي ايه؟ cn ده اللي هو مين؟ الفاكتور وهنشوف بيه الجاب ازاي في ال-n مين؟ يبقى ال-n measured اللي أنا استهى عدد الدقاءة طلعت 3040 في آخر 30 دقاءة نعرض بس هجيب مين؟ cn ازاي؟ ادي ايه؟ cn بتاعتي هروح احسب مين؟ ال-overburden pressure بتاعي الحد النقطة اللي انت قدت فيها الاختبار بس لازم يبقى وحدته كيلو نوتر برسكور ميتر اخش هنا طلع قيمة مين؟ cn يبقى أنا ببساطة ممكن اقدر اجيب cn ومن cn هضربها في ال-n measured جبت ال-n revised طيب السؤال بقى لو فيه مية دي بتأثر معي على العدد الدقاءة فلازم اصححها لازم اصححها ودي ما تبقاش غير للتربة مين؟ التربة يعني تصحيح المية ديت لازم للتربة تكون تربة نعمة ال-n corrected بتساوي 15 زائد 0.5 في ال-n revised minus cam 15 يبقى أنا قدر اطلع ال-n corrected بتاعتي بجيب ال-n corrected ده ليه؟ عشان استخدمه ان انا جيبي allowable bearing capacity من الشرط بتاع ترزاجي وبك اللي هو سنة 1967 اللي هو الكيرف اللي قدامك ده انا عندي ال-standard penetration resistance اللي احنا جدناها اللي ال-n mean corrected خلاص جدنا ال-n mean corrected هيا 15 20 30 40 50 واحد يقول ليه 45 خلاص 45 هتبقى جاية ما بين مين ده وده طالت خمسة وهكذا يعني يبقى الكيرف ده انا هعرف استخدمه وعلى حسب مين الفوتينج ويتس اخش هنا اطلع ال-allowable بتاعت ال-q allowable خلي بالك ان ال-q allowable ديت دي على اساس ان الهبوط بتاعي اقصى حاجة كام 25 ميلي يعني ال-govern هنا مش ال-shear failure لا لكن هنا ال-excess في مين في ال-settlement طيب كنا ممكن نجيب برضك ان احنا نصحح او تأثير المية ممكن ناخده ازاي لو حملنا التصحيح ال-qu allowable correct ده عبارة عن مين c-w في ال-q mean allowable c-w ده عبارة عن ايه 0.5 في واحد زائد ال-dw على ال-df طيب ال-dw ده depth of water table below ground level يعني انا عندي المية موجودة هنا هيا دي مين ال-dw خلاص و-dips of foundation اللي هي ال-df وقدر تطلع قيمة ال-c-w يبقى نطلع q allowable corrected نتيجة تصحيح مين المية بتاعتي طيب ممكن بدل ما نستخدم الكيرف اللي فات ممكن نطلع بالمعادلات نطلع المعادلات ازاي ال-q ultimate بقى اول حاجة لو كان في ال-fps system ف عندي square footing اجيب ال-q ultimate ازاي q ultimate بتساوي 2 n square b r w 6 n to the power 2 plus 100 df r w dash اما لو كان long footing يبقى q ultimate 3 n square b r w زائد 5 n square زائد 100 df r w من dash طيب السؤال بقى ايه هي q ultimate دي net ultimate bearing capacity بس وحدتها بالايه pound per square a foot pressure at the point of the a footing in excess of pressure at the same level due to the weight of the soil image اللي احنا قلنا عليها لها gross bearing capacity بس بايه بالوحدات p s f ال n standard penetration test عندي مباشرة lb weights of mean footing العرض بتاع df بتاعتي if the ground level on both side are not equal لما كانوش متساويين يعني انا عندي الاساسة اهو وهنا غير هنا يعني ده الارض غير الارض هنا d should be measured from the lowest ground يعني اخد ال df منين من القليل مش من الكبير طيب لو لقيت ان ال d بتاعتي اكبر من ال b يبقى بنستخدم mean d زائد b for computation منستخدمش mean d ده الكلام ده لو كان ال d ما لها اكبر من 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 ال b بناخد d ما لها زائد ال b هي دي اللي بنستخدمها طيب ناقص بقى مين ال r w و r w dash دول small correction factor for position of water level ما انا عايز اصحح برضك لتيجة المية if water table is at depth b لو كان على عمق b or greeter from the bottom of the footing زين خد r w r w dash بواحد يعني ما فيش تأثيرها خالص ما فيش مشكلة لكن ال water table لو كان عند ال base مية هنا لأ خد r w dash اللي هو التأثير اللي تحت ده بواحد وخد اللي فوق بكام بصفر if water table is at depth طب لو كان فوق لأ خد r w وخد r w dash بكام بنص عشان ناخد تأثير الاتنين معنا and in between طب لو كان ما بينهم قال لك خد linear variation وبتدي يطلع ما بين النص وما بين mean ال 1 بس الكلام ده بالوحدات اللي هي mean ال f لكن لو وحدات s i system لو square footing يبقى qs 0.105 n square b r w زائد 0.314 n square plus 100 d f r w mean dash طبعا فاكتور safety بتاعي كام واخده بتلاتة عشان d q safe here b with d f are in mean بقى هنا الوحدات بتاعتك هتبقى بالمتر والكيو تبقى مين الكيلو بسكال طيب لو عايز بقى net allowable bearing capacity in p s f for maximum settlement 1 انش 1 انش يعني كام يعني 2.5 سنت يعني 25 mean ميلي يبقى ممكن نقول ان q allowable بتاعتي 720 في n نقص 3 في b حيث b minus 1 على 2 b لكل square في mean r w في k d طب k d اجيب هزاي k d عبارة 1 زائ d على b لازم تكون اقل من كام من 2 if n value is given and there is no information about phi ما عنديش phi والجاما then ممكن ناخد ان phi بتساوي كام 28 زائد n على 10 يبقى في الحالة دي لو انت عندك phi ممكن بقى تشتغل بالطرق الفاتد طب الجاما ما عنديش جاما ناخد المينموم dnst بتاعت send بكام 1 و 15 ل 120 بس دي p c f يبقى دول الطرق المختلفة اللي احنا ممكن نحسب منها q save او q allowable من شاء الله هناخد التجربة التانية شكرا